للمزيد حول موضوع تنضم إلينا من لندن دكتورة رانا خالد المديرة تنفيذي لمنتدى صنع السياسات العامة رئيسة الباحثين والمديرة تنفيذي لمنتدى صنع السياسات العامة كما ذكرنا أهلا بكي معنا في حلقة اليوم سيدتي دكتورة رانا يعني لو تحدثنا عن الأهمية الرمزية للاحتفال بعيد النصر في روسيا وأوروبا ماذا ستحدثينا؟ نعم مرحبا بكي وبالسيدات والسادة المشاهدين الفي إي داي أو ذكرى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية يعني واحدة من أهم المناسبات التي تهتم بها القادة والشعوب في أوروبا لكن تختلف من مكان إلى آخر في أوروبا على سبيل المثال في موسكو كما ذكرت يتم الاحتفال في التاسع من آيار مايو في حين أن في باقي أوروبا الاحتفال يتم في الثامن من آيار وهو اليوم الذي تم توقيع سك الاستسلام يعني من قبل النازية بالنسبة لبريطانيا على سبيل المثال هذا اليوم طبعا كانت الفعاليات أقل بفعل الاهتمام والتركيز على الكورنيشن أو تتويج الملك شارز الثالث إضافة إلى أن في الغالب أن بريطانيا تحتفل بالدي داي وهو ذكرى أو اليوم الذي يحتفلون به بقتلة والحروب التي خاطتها بريطانيا على مر تاريخ المعاصر وبالتالي اليوم أكثر الدول التي شهدت فعاليات هي فرنسا حيث ألقى رئيس مايكرون خطاب ويعني يمكن دكتور رون هذا ما يعني يتساءل عنه المشاهدة الذي يتابعنا لماذا تختلف تواريخ الاحتفال بين دول وسط وغرب أوروبا وبين روسيا لماذا هذا الاختلاف في التاريخ؟ أولا لأن روسيا دائما تريد أن تميز نفسها عن باقي الحلفاء في الأوروبيين هي تعتبر بأنها هي عنصر النصر في هذه الحرب وهذا العنصر تم باستكمال إخراج أو انسحاب الجيش النازي من سائر دول مجموعة الاتحاد السوفيتي السابق في حين أن بالنسبة لأوروبا العنصر النصر هي الولايات المتحدة وأجبارها لتوقيع سك الاستسلام هو ليس هناك فرق لكن الفرق هو ذلك استجال التاريخي بين قادة الاتحاد السوفيتي وخلفائهم اليوم في روسيا وما بين قادة أوروبا والحلفاء وخلفائهم اليوم أيضا في أوروبا المحدة يعني هي محاولة لها تمييز ليس أكبر محاولة تمييز طيب دعية تفضل عفو الله تسبحيني والدليل أن اليوم زلينيسكي الرئيس الأوكراني يعني أعلن بأن أوكرانيا سوف يعني لن تحتفل في التاسع من مايو آيار بل أن الاحتفال سيكون في الثامن من مايو آيار وأنها لن تحتفل مع روسيا بل سوف يكون الاحتفالات مع أوروبا وسوف يسمى هذا اليوم باسم يوم التحالف والصداقة مع أوروبا في محاولة لطمس تلك العلاقة القديمة ما بين الغرفين طيب لو تحدثنا عن المظاهر التي ستشهدها الساحة والحمراء في عرض الاحتفال بعيد النصوة هل يمكن أن تكون مختلفة هذه السنة عن أي سنة أخرى في الاحتفالات بعد الحرب مع أوكرانيا؟ بالتأكيد يعني هذا بالنسبة لموسكو هذا اليوم هو اللي يشد المعنويات وللتذكير الشعب الروسي بالتهديدات التاريخية التي يتعرض لها من وجهة تضر قادة روسيا وبأن هذه التهديدات لم تنتهي يعني هي عبر التاريخ لا تزال يعني هم يسمون النصر على النازية واليوم يسموها النصر على النازية الجديدة بإشارة إلى من يحكم في أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبالتالي هي محاولة للتذكير والشد يعني إضافة إلى ذلك لو تسبحي من يوم أمس كان هناك قصف مشدد على أوكرانيا تكثيف للعمليات الجوية على المدن الأوكرانية الرئيسية خرسون وفي باخموت ووعد زعيم مجموعة باقدر بأن يكون هدية الانتصار هي إخراج أو السيطرة الكاملة على باخموت في نفس الوقت يعني هذا يعني بالنسبة لمسار الحرب وحاجة روسيا إلى المزيد من القوات يعني السيطرة وإنفاذ القوة في المناطق الشرقية هذا النوع من المناسبات يعني مهم لموسكو لتجديد هذه القوات والمعنويات وأهداف الحرب التي أصبحت محل تشكيك لدى الكثيرين في بوسكو شكرا جزيلا لضيفتي من لندن كانت مع براسكايب دكتورة رانا خالد المدير التنفيذي لمنتدى صنع السياسات العامة رئيسة الباحثين شكرا جزيلا لك